أهلا بكم أصدقائنا بحلقة جيدة من أوراق مغترب فادي فروم ميشيغن واليوم رح نكمل حديثنا وحشينا عن الشغل في أمريكا وعن شنو أشتغل في أمريكا حتشينا عن والمارت حتشينا عن أوبر واليوم رح حتشيكم عن الهيتن كولنغ انو هاي شغلة الهيتن كولنغ شغلة التبريد والتكييف هنا بالولايات المتحدة شون أبدي بيها شد روش يسوي وطبعا رح حتشي عليها بشكل مختص مثل ما أقول كل مرة في ولاية ميشيغن بالتحديد لأن تختلف هم من ولاية الولاية سواء يختلف الجو سواء يختلف طبيعة العمل وهمين يختلف الأشياء اللي المتطلب أن نسويها حتى تشتغل بهاي الشغلة طبعا العمل بالهيتن كولنغ ينقسم قسمين منزلي للمنازل مثل ما تعرفون أو تجاري المحلات للأسواق هذه الأشياء الضخمات شبيرة التبريد هنا بأمريكا والتدفئة هو عادة يكون مركزي يعني يكون جهاز واحد للبيت كله جهاز تبريد للبيت كله وجهاز فرنس أو تدفئة للبيت كله وهم مصايرين تقريبا في مكان واحد ومتصلين واحد بالأخ فهذه أريدكم تعرفوها لذلك شغلة التبريد والتكييف راح تكون مختلفة شوية عن اللي تعرفوه بالعراق بالفكرة الأساسية هي نفس الشي لكن أكو أشياء بسيطة أو مختلفة فاللي جاي منك عنده تبريد وتكييف لا يعتبر دارس تبريد وتكييف أو مثلا عندك خبرة بالتبريد وتكييف راح هنا شوية مختلفة هذا الشخص راح يتعلم بساعة راح يشوف كوشي إيزي إلا سهل لكن هم يحتاج أنه يدرس شوية طبعا آني شون صارت ما لتبريد وتكييف أحكي لكم هالقصة لأن مهم مهم أنه أنت من تلقي عمل بالتبريد وتكييف آني اللي صار أنه عندي واحد من أصدقائي كل صديق مقرب صديق الطفولة من شنة من العراق أوجه له تحية طبعا هذا صديقي قال لي أنه فادي أنت مهندس وأنت يعني زيان بهاي الشغلات الهندسية يعني وعندك خبر علمية بس أنا مهندي ماني يعني مو ذاك اللي عندي الخبر اليدوية فقالي تعال جرب شوفوا يا أنا هو عنده شركة صغيرة وبدأها من الصفر وكل شي مرتب بشغلة وكل شي منظم وهمين ستايل شغل مالته هو مثل ستايل أمريكي لأن هنا أنا حتى بالتكييف التبريد بكل الشغلات مثل ما قلت بالأسواق بكل شي أكو ناس تشتغل بالستايل العربي الموجود ببلدان وكو ناس تشتغل بالستايل الأمريكي اللي هو مرتب وكل شي يعني منظم يعني على القوانين مثل ما يقولون بشكل كل شي بحذافرة وهو من هذا النوع فقالي تعال شوف مرة طلعت ويا مرة وقالي إذا تحب تشتغل راح أشوفك شوان تشتغل يعني علمك الطريق وعلمك كل الخطوات اللي أنت تحتاجها حتى تشتغل هاي الشغل مثل ما قلت طلعت ويا مرة وشفت الشغلة وشاف أنه أنا مو ها نديمان أبد بس قال يعني آني أحتاج هاي الشكل ناس ويايا أبدو إياهم من الصفل فأول شي قلي أو أول شي سويت أنه دخلت للمدرسة أكو هنا أنا بمشيغن مدارس للهيتون كولنج آني خلت درست مدرسة اسمها نورث ويسترن تيك هي قريبة علينا هنا في ميشيغن عفوا في منطقة ساوثفيل طبعا ميشيغن في منطقة ساوثفيل تبعد علينا تقريبا 15 مايل من هنا وقريبة من ديربون قريبة من هوا مناطق اللي تواجد بيها العرب والعراقيين وكلها يعني المجموعات فبديت أدخل المدرسة أحكي لكم عن المدرسة المدرسة هي طول سنة تقريبا سنة ينطق دراسة مكثفة تدرس 9 مواد كل مادة تقريبا من 5 أسابيع إلى 6 أسابيع وبعدين نسوي final بكل مادة الدراسة تكلف بها المدرسة 16 ألف دولار تقريبا لازم يكون عندك ويطلبوها منك بالمدرسة لازم يكون عندك شهادة الثانوية يعني مخلص الثانوية حتى تقدر تدخل بها المدرسة ونجيب شهادة الثانوية ترجمها وتنطيلهم إليها طبعا إذا عندك أكثر من الثانوية هذا بحث آخر هذا كل يزيد إذا عندك بس الثانوية فالدراسة مثل ما قلت تكلف 16 ألف دولار أما تأخذها قرض 6 ألف دولار تأخذ قرض من المدرسة و10 ألف دولار قرض من الحكومة القرض ما المدرسة 6 ألف دولار ما علي أي انترست لكن القرض ما الحكومة علي فوائد في حالة أنه أنت ما عندك شهادة معهد أو ما عندك شهادة كلية بالعراق فالدولة رح تنطيلك financial أي دي سموه اللي هو مساعدة هي هاي العشرة آلاف دولار ما رح تكون قرض إذا رح تدفع بس الستة آلاف دولار وهم الستة آلاف دولار مثل ما قلت المدرسة رح تنطيلك قرض وتقصت لك ياها تقيبا أنا مسويها 177 دولار بالشهر مثل ما قلت المدرسة سريعة جدا مشكلة المدرسة أنه سريعة جدا مكثفة جدا سهل أنه أنا شفتها كل السهلة لأن أنا أورادي دارس هندسة بالعراق فهي طبعا شوية مو شوية هواية أقل من الهندسة اللي أنت دارسها فغاح تشوفها سهلة أكو مواد بيها مو بس تكييف وتبريد هي تأخذ تقريبا أربع خمس مواد تكييف وتبريد تأخذ ثلاجات تأخذ بويلر تأخذ تأخذ شون تسوي الدكت لأن هنا دكتات تمشي فهمي علموك شون تسوي الدكت وآخر درس أو كم درس عندهم درسين آخر درسين هي شون تسوي مانتينينس للمنزل كله للبيت كله يعني كل الأشياء اللي تحتاج لها صيانة بالبيت أنت تأخذ تتعلم شون تسويها فإذا عندك خبرة بهاي الأمور فكلش راح تفيدك المدرسة لأن شو راح تنطيك المدرسة هي راح تنطيك أشياء بسريعة بس راح تنطيك مثل شهادة أو خلين نقول هما يسموها سيرتيفيكيت سيرتيفيكيشن راح تنطيك هذا الشي سيرتيفيكيت حتى ش تسوي حتى تقول أنه أنا ما أخذ هذي المفتاح حتى أشتغل بهاي إن شاء الله طبعا آقو آني قسمت أنه بعد ما تخرج من المدرسة آقو ثلاث مجالات تقدر أنت تشتغل بيها ثلاث محاور تقدر تشتغل بيها وأحقول كل محور وشقد ينطوك بفلوس ممكن هو هذا يعني هواية من اللي يتخرجون من المدرسة وحون يشتغلون في المجمعات السكنية إحنا هنا عدنا مجمعات سكنية شقق هاي شقق دائما فيها مجموعة هي المنتنس ما شقق اللي يسوون تصليحات للشقق أي شي صار أي عطل بسيط أي مثلا كهربائي بالتواليتات بالحمامات مثلا عطل بالسينغ عطل بالتكيف وتبريد عطل كل بالشبابيك العطل البسيطة إنت راح مثلا البسيطة راح تصلحها المو بسيطة إنت راح تعرف هذا شنو العطل فرح تخابر شركة المعنية يجون هما يصالحو هذا طبعا هواية من المتخرجين من هاي المدرسة وحون يشتغلون بهذا الشغل وهواية من اللي يكونون يعني بلدان الأساسية هما يكونون هانديمن أو هما يكونون يعني مثلا عدهم صنعة من كل هاي الصنعات كهربائي أبو بواري مثلا يصالح يسوي كابنت سينغ ومثلا هذول الكوانترات أبو أرضيات هذول كلهم يدخلون هاي المدرسة ويطلعون وحون يشتغلون بهذه العفو بهذه المجمعات السكنية فأول شي هاي المجمعات السكنية طبعا مثل ما قلت لا تنسى أبدا أنه انت راح تكون مديون 16 ألف دولار وهاي 16 ألف دولار راح تدفع هشهريا ليش دا أقول هسا لأن راح أقول لك إجقد راح يمطوك بكل مكان حاليا حاليا يجوز تتغير بعد سنة وجوز 18 دولار بالساعة إلى 20 21 22 أنت وشطارتك وهذا المجمع يجب محتاج الناس يشتغلون به والمفاوضات راح يصير بينك وبين المجمع تقدر تأخذ هذا المبلغ الثاني شغلة هو العمل من تتخرج من المدرسة الشغل بشركات التكييف الشركات التبريد التكييف الشركات التبريد والتكييف هواية جدا في مشيقين أنا هنا أحكي الشركات الشبيرة لأن أكو بارت ثالث هو عن غير شي بالشركات الشبيرة أيضا راح يكون راح ينطق من 20 إلى 25 دولار بالساعة كبداية جزء أقل عن ما تمشيها يشوفوك شنو وفعك وبعدين تشتغل بالشركة ينطق العشرين ممكن تبدي بصباط عشر لمدة ستة شهر وبعدين تصعد إلى 20 و25 وممكن تصعد أكثر حسب أنت شاطرتك وحسب أنت قدرتك وحسب أنت تطورك بالعمل بس الصعود راح تكتبو لك كل وينطق كل اللي راح توقع عليه وممكن الفترة الأولى بس يشوفوك هنا وين الصعوبة بهاي الصعوبة بهاي أنه مرات أنت مرات تلقي الشركات راح تقول أنه خبرة عندك كنت ثلاث لذلك أنا لأقول أنه يدخل بالهيت ومراحظة أنا أشوفها مهمة يدخل بالهيت ومراحظة لازم يكون يعني لازم أحد يعمل يشتغل بشركة قال روح يدرس هاي المدرسة يعمل مثلي صديقي هو عنده شركة وهو قال روح يدخل المدرسة وبعدين راح يعني أشغلك يمي لأن مرات مرات صعبة تلاقي شغل ولو راحظة مهمة أنه المدرسة المدرسة بآخر سبوعين ثلاثة هي راح تسوي لك سيفي وهي راح تسوي لك يعني راح تبدأ تقدم لك على شغل مهمة من مهمات المدرسة هنا بهاي المدرسة أنه هي تلاقي لك شغل وراح تسوي لك هواية انتروفيوات راح تاخذ لك المواعيد وراح كل شي وراح تدزك تبقى أنت وش ضارتك فهي هم من نسيت أقول ها أنه المدرسة من مهماتها ومن الأشياء التي توقع بها من البداية وياها أنه تلاقي لك شغل وهي تحاول جديا لأن قسم خاص أن تلاقي لك شغل الشغل الشغلة أنا هاي ما حبثها جدا خصوصا إذا كان عند فان وما كان عند شركة مسجلة أو فتشي فأنت أول شي ما راح تتعلم صعبة جدا لأن تعلم ما راح علمك ثاني شغلة أن أن تحتاج أن تنحسب هاي الساعات إليك لأن هنا حسب قانون مشيق لها شغلة الأخرى لما أقول لها ما راح هم ياها ويريدون من عندك امتحان راح تسوي بس حتى تسوي هذا الامتحان يراد لك ثلاث سنوات شغل شغل يعني هاي ثلاث سنوات ساعات معينة عدد ساعات معينة وهاي ريدوها تكون كلها بالتاكس يعني مو واحد يجي شغلك وكل شي يعني ما يمطيك أوراق رسمية لازم تشتغل ضمن أوراق رسمية مبينة قدام التاكس مبينة قدام الحكومة أنه أنت مشتغل بالهيت ثلاث سنوات أما إذا واحد يجي يطلعك ويشغلك ومثلا يقول لك يلا وينطيك كاش وهي سوالف لا هذا ما حين حسب فرح تضيع أنت وقتك إلا إذا يعني هذول إلا إذا هذول جماعتنا كانوا أوكي يعني وينطوك أوراق وماخذين مالتك وكل شي حزب الأصول يمسوي لك فلذلك شنو فائدة أنه تطلع اللايسنز بعدين يعني إجازة أنه أنت تقدر تسوي البزنس مالتك الخاص هاي رابع شي أقول أنه رابع شي بعد ثلس سنوات من الخبرة وعندك هاي الشهادة اللي ينطوك إياها بالمدرسة تقدم اللايسنز وتسوي الامتحانات تاخذ اللايسنز من تاخذ اللايسنز أنت راح تقدر تسوي البزنس مالك الخاص وهنا راح تبدأ تطلع الفائدة الحقيقية من دراستك ومن دفعك لفلوس لهاي المدرسة لأن هنا راح تبدأ يختلف كل دخلك بينما أنه التعامل أنه وعند البزنس مالتك الخاص ورح تبدأ تشتغل والشغل هنا موجود بشكل زين أيضا موجود كل شي هواية يصعد وينزل حسب الوقت من السنة هسا مثل ما تشوفون الوقت حلو وشا مصطلعة والجو يخبل هسا ما يكون الشغل زين وقوي في أوقات الشتاء الكل كل قوية بعد يزداد الشغل ووقت الصيف جدا جدا حار وهاي تطول تقريبا أنت عندك شهرين بين الشتاء والصيف قاعد وشهرين بين الصيف والشتاء قاعد والباقي أنت بدأ تشتغل أربعة شهر الصيف وأربعة شهر الشتاء تكون شغل ويكون شغل كلش قوي طبعا أكو شغلة أخرى مهمة أيضا ضيفها للحسابات في مالتك يعني لما تجي بالعدد من مطالبتك بشراء العدد أكو شركات توفر جزء معين من العدد وتطلب منك أن تشراء البقية وأسعارها غالية مرخيصة فوية 16 ألف حضر فد 8000 دولار أن تشتري العدد والتولز وماذا ما قلت تختلف من شركة إلى شركة فلا تتفاجئ بعدين لما الشركة تقول لك أو لما أنت داخل بالمدرسة ويقولون لك بالمدرسة أنه أنت لازم تشتري العدد مالتك الشركة ما راح توفر لك العدد اللي تشتغل بيها أكو شركات توفر داكن قديمة ومستهلكة وهم تقدر تشتغل بيها وكشركات ما توفر فهاي همين تحطها في بالك ساعات العمل بهاي الشغلة بالهيتن كولينج راح تكون ساعات العمل مختلفة أكو شركات حسب أنت وين همين تريد تشتغل أكو نوعي من الشغل أكو تشتغل يسموها على الكولات أنه تروح سيرفس كول تصلح الجهاز شوف شون عطني عن جهاز عطل وتصلح هاي راح يكون عادة ساعاتك تكون مفتوحة احتمالي خابرك بالويك أند احتمالي خابرك بأي وقت وأيضا عندك سكيجول ثابت لكن المشكلة أنه هم راح يبدون يقللون هذا السكيجول يبدون ينطوك ساعات أقل لما الموسم يهبط الشغلة الثانية هو التنصيب يكون هواية يقولون أنه لا نريد نطلع الكولات نريد التنصيب التنصيب راح يكون ثابت خلال خمس أيام من الثنين إلى الجمعة وتنتهي الموضوع مالتك وترجع يعني بوقت محدد يقول تجي ساعة هلقت ترجع ساعة هلقت بعد من الساعات مالتك بالأوقات اللي الجو يكون زين وجو يكون حلو راح تقل وهي أغلب الشركات تسويها بعد أنه تأخذ مثل ما قلت بعد أنه تأخذ الشهادة بعد ما أخذ اللايسيز مالتك بعد 3 سنين اللي راح تحتاجها راح تشتري فان احتمال تشتري فان راح محتمال تريد تشتري فان وتشتري تولز مالتك وتشتري بعض اللي انت تحتاجها بعملك اللي راح تعرفها انت من خلال خبرتك بال3 سنين اللي اشتغلت بها وراح تسوي شركة صغيرة اكون نظام هنا تروح المحاسب يعلمك شون تسوي شركة صغيرة وتنطلق عاد انت لشغل مالتك يعني عندي بصراحة شخصين أعرفهم واثنين هم هذا شخص اللي يساعدني من البداية واللي داس حاليا اشتغل ويا اشتغل ويا دائما يعني فهذا يعني مرتب ومنظم وكل شي اوكي وكل يحسب هالخطوات قبل من نشتغل وتشوف كلش ناجح بعمله وكل شغلة تطور ودي يمشي بالطريق الصحيح جدا وايضا اعرف ناس قسم منهم ما كانوا مرتبين كان الوضع مخربط من البداية كان الوضع عشوائي طبعا تشوف انه دائما اكو عثرات دائما اكو مثلا مشاكل بالشغل دائما ما دا يمشي وياهم ما دا تقعد وياهم بشكل صح طبعا انت من تشوف اللي الناس اللي تشتغل يمهم مو كلش مرتبين فحاول تبتعد عنهم لان ما راح يعلموك بالشكل الصحيح اكو قسم هواي نص اصدقائي يحكو لي ما يعلمون خصوصا مع الاسف من جماعتنا انه مثلا من تشتغل وياهم ما يعلمك اي شي يعتبر هاي سر المهنة وما ينطيك هاي سر المهنة يعني يقول هاي مثل ما نقول هاي عندنا الفكرة انه انه هذا سر وما وما اقدر انطيك وراح تاخذ شغلي ومنها الاسوالف شغلة الهيتون كولنج زين لكل واحد مثل ما قلت عنده عنده هنديمان هو يكون مشتغل هاي الشغلات الكهربائية هاي العمال الصيانة بالعراق اللي اللي ما اخذين شهادات الهندسة وما اخذين شهادات اللي لها علاقة بالعمل اليدوي هم من يفيدهم اذا ما حب ابو الهندسة انه يكمل هاي وحدة من الخيارات اللي هو السريعة اللي هو ما يحيطول بها هواية حتى ياخذ الشهادة وحتى يبدي بالشغل لكن مثل ما قلت الدفع يكون محدود كله بالعشرينات يعني هاي اذا انت ركي رح يكون بالعشرينات واذا انت كل الشاطر وكل سمع رح يصعد بالهيت وين تستفاد الا ان لما تكون انت مالتك الشغل رح تطلع احسن رح سوي البيزنس مالتك رح سوي خوش فلوس يعني من عدد لكن كل ما انت سلما انت موظف رح او عامل بشركة رح يكون دخلك ضعيف مذاك الدخل مقارنة باللي عادلوا شهاداتهم وباللي اشتغلوا اشياء اي دا حتش عن المهندسين اللي اشتغلوا اشياء الا علاقة بالهندسة سو انت عندك هذا الطريق اذا شوفك هواية اشياء يعني ممكن تفيدك وممكن اللي يعني مثلا تدخل بيها هما النقطة اخرى انا حبيت اقولها الصغار بالعمر اذا هم موعدهم ذاك الخلق بالدراسة ايضا هاي الشغلة تفيدهم لان هو مثلا اتخرج من الهاي سكول وما يريد يدخل بشيء سريع ويطلع وهو عنده يحب هاي السوال في الهندي فيدخل هاي الشغلة راح تفيد ويتعلم خلال سنتين ثلاثة انا اشتغل بهاي الشركة مع الولد صديقي شعر عندها اثنين ثلاثة من ذول الصغار اللي تعلمون بكل الساعة يستلمون المعلومات بساعة وبسرعة يعني يشوف رأسها انطلق بهاي الشغلة اذا حب ها طبعا وبعدها يقدر يبقى خمسة سنين بأي شركة ستة سنين بعدين راح يكون من وصل العمر العشرين او الـ 25 26 راح يكون ممليان بالخبرة ومليان بالمعلومات اللي راح ينطلق بها وياخذ يمكن يسوي للشغل الشركة مالته ويعني من هذا يعني ينطلق بالشركة والبيزنس ماله الخاص وهنا يكون نجاح قريش قوي الى اما اليجون كبار مثل لي ومثل غير هم ممكن انه مثلا اذا عنده خبرة مثل ما قلت بالهندسة هم راح يتأخذ ثلاث اربع سنين وبعدين هم يمكن يسوي المشروع مال الخاص ومال الخاص اذا مثل ما قلت ما رادي يكمل بالهندسة واذا ما يعجب انه يدرس لكن انا نصيحة لأقولها انه اللي مكملين الهندسة او اللي يعدهم هاي الشهادات يدرس بهذا اختصاص ويلا حاول يلاقي الاشغال باختصاص تكون افضل من كل باقي الشغلات الاخرى اتمنى انه انطيت معلومات بسيطة عن التبايد وتكييف ولي عنده اي سؤال او يحب يستفسر على اي شي يكتب لي بالتعليقات واني راح اجاوب وهم حتى تنتشر القناة شكرا لكم وتحياتنا ونشوفكم بحول قائد جديدة من اوراق مغترب فادي فروم ميشيغان تحياتي